السلام عليكم وعلى سهلا بكم فيديو جديد على قناة ايم ايفون لو انت بتستخدم ايفون 11 او ايفون 13 فانت اكيد بتعاني من مشكلة انتفاق جهازك الايفون بشكل متكرر تبقى مثلا فاتح جهازك الايفون وشغال بيه كدوه تلاقيه مرة واحدة عمل ريستارت او اتطفى معاك جهازك الايفون بالشكل دوه من خلال الفيديو بتاع النهاردة اشرح لك افضل 3 طرق تقدر من خلالهم اللي انت تحل المشكلة ديت بدون ما تفقد البيانات اللي موجودة عندك في جهاز الايفون الطريقة الاولى هي تحديث نظام الاي او اس كل اللي عليك دولاتي لو انت بتظهر معاك المشكلة ديت بشكل متكرر هتدخل كده على الاعدادات وبعدين هتدخل على العام وبعدين هتدخل على تحديث البرامج وهتحدث جهازك الايفون لحدث اصدار من نسخة الاي او اس ممكن يكون فيه مشكلة في النظام الاي او اس اللي موجود عندك على جهاز الايفون فانت محتاج ان انت تعمل تحديث لو ملاقيتش عندك تحديث وانت محدث جهازك لاي فون لحدث اصدار من نسخة لاي اوس فكده هنروح للطريقة التانية الطريقة التانية حل المشكلة بدون فكدال البيانات عشان تحل مشكلة انتفاق جهاز لاي فون بشكل متكرر فانت محتاج لانت تعمل اصلاح لنظام لاي اوس وده هيبقى من خلال برنامج فيكس بو عشان بتقدر من خلال البرنامج دوت اللي انت تعمل إصلاح لنظام لايوس بدون ما تفقد أي حاجة من البيانات اللي موجودة عندك على جهاز الايفون هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف بعد ما هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف هينالك الموجة الرسمي لبرنامج فيكس بو زي ما قلت لك هتقدر من خلال البرنامج دوت تحل أي مشكلة بتواجه في جهاز الايفون بدون ما تفقد البيانات كل اللي عليك دولات اللي انت حتدوس على تحميل مجانة انه تبدأ اللي انت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد كده هنوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل الو اس بي بالشكل دو بعد ما هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر تفتح برنامج فيكسبو عندك هيظهر معك بالشكل دو هتختار اول اختيار دوات اللي هو اصلاح نظام قابل بعد كده حتدوس على ابدأ الاصلاح بعد ما هتدوس على ابدأ الاصلاح هيظلك هنا ودايا عندك الوضع المتقدم والوضع الكاسي الوضع المتقدم دوت بيحل لك اي مشاكل موجودة في نظام لايوس ولكن بيتم حاسف كل البيانات الموجودة على جهازك لايفون فانا نصحك لانت تختار الوضع الكاسي بيحل اي مشاكل موجودة في نظام لايوس ولكن بيحتفظ لك بكل البيانات الموجودة عندك على جهاز لايفون هنختار كده الوضع الكاسي بعد كده هيبدأ البرنامج انه هيقرأ نوع جهازك لايفون ونسخة لايوس المتوافق على جهازك لايفون دوت اختار مكان يكون فيه مساحة كافية. بعد كده هتدوس على تحميل. وهيبدأ كده البرنامج في تحميل نسخة لايوس دي عندك على جهاز الكمبيوتر. بعد ما ينتهي البرنامج كده من تحميل نسخة لايوس هيبقى جهاز بنوع يحللك اي مشكلة بتوجهك على جهاز لايفون. كل اللي عليك اللي انت هتدوس على يبدأت سيانة كياسية. وهيطلب منك هنا البرنامج اللي انت تدخل جهازك لايفون فوضع الاستردادة والريكوفر ريموت. وهتلاقي شارح لك هنا بالصور كل نوع جهاز ايفون طريقة يتخاله فوضع الاستردادة او ريكوفر ريموت زي ما انتوا شايفين. هنبدأ دلوقتي اللي احنا ندخل جهاز الايفون فوضع الاسترداد هتدوس دوس على زرار رفع السوت وبعدين دوس على الزرار خفض السوت. بعد كده هتدوس على زرار الباور. هتفضل معلقة سبعة كده على زرار الباور لحد ما يدخلك فوضع الاسترداد او ريكوفر ريموت. وبالشكل دوت كده جهاز الايفون دخل في وده الاسترداد. هنرجع مرة تاني على البرنامج. اول ما هترجع مرة تاني على البرنامج هتلاقي بدأت لقائي كده في اصلاح نظام الايو اس. كل اللي عليك دلوقتي اللي انت حتسيب الجهاز متوصل بالكمبيوتر متستخدموش نهي لحد ما ينتهي البرنامج من اصلاح الاخطاء او المشاكل اللي موجودة في نظام الايو اس على جهاز الايفون. وبكده انتهي البرنامج من اصلاح نظام الايو اس واتحلت معاك المشكلة اللي كنت بتواجهها في جهاز الايفون. وهيفتح معك الجهاز بالشكل دوت. هتلاقي المشكلة تحلت معك على جهاز الايفون وكل البيانات بتاعتك موجودة زي ما هي. صور مثلا فيديوهات تطبيقات هتلاقي كلها موجودة عندك على جهاز الايفون وتحلت معك المشكلة وتقدر دلوقتي اللي انت تستخدم جهازك الايفون بشكل طبيعي. الطريقة الثالثة استخدام برنامج الايتونز لاستعادة الايفون. عشان تقدر ان انت تتعمل استعادة على برنامج لجهاز ال٢يفون لجهاز الايفون كل اللي عليك اللي انت هتدخل جهازك الايفون في sched days اول حاجة هتعملها دلوقتي هتوصل جهازك لايفون بالكمبيوتر بعد كده هتدوصددوس على زرار رفع الصوت وبعدين دوس الخفض الصوت وبعد كده هتدوص على زرار الباور هتفضلидس كده على زرار الرايفون لحد ما جهازك لايفون يدخل في وضا الاسترداد او recover remote بعد ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× حتدوس على استعادة وتحديث. بعدين هتجي لك القائمة دي هتحدوس على التالي. وبعدين موافق. وهيبدأ كده برنامج لايتونز ان هو يحمل نسخة الاي اوس المتوافقة على جهاز الايفون بتاعك. وبتكون مساحية حوالي سبعة جيجا او تمانية جيجا زي ما انتم شايفين هتستنى كده لحد ما ينتهي البرنامج من تحميل نسخة الاي اوس. بعد ما ينتهي برنامج لايتونز من تحميل نسخة الاي اوس هجيب لك الرسالة دي هتنه هيتم مسح كل البيانات اللي موجودة على جهاز الايفون واستعادة جهازك لايفون وتحديث. هتدوس على استعادة. وهيبدأ كده البرنامج في استعادة جهازك لايفون ويفتح معك من جديد. ولكن زي ما قلت لك الطريقة دي هتبتمساح لك كل البيانات اللي عندك. فانت لو ما عندكش نسخة احتياطية وعايز تحتفظ بالبيانات بتاعتك. فانصحك اللي انت تجرب الطريقة التانية. هتقدر اللي انت تحل المشكلة بدون ما تفكت البيانات اللي موجودة عندك على جهاز الايفون وده هيبقى من خلال برنامج فاكسبه هسيبلكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف وكمان هسيبلكم كوبون خصم ب30% لو حبيت اللي انت تشترك في البرنامج اتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وما تنساش اللي انت هتدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي